نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتضمن السماحة لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية والتي أكدت أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يناقشه مجلس النواب حاليا لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لراعيها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي